طبعاً الحدث الفلسطيني اللبناني اللي هو حدث المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني يغطي على كل الأحداث الأخرى لكن الأحداث الأخرى موجودة يعني الآن أنتم في تونس الناس تنتظر الانتخابات الموعودة وعندكم في الجزائر دنيا قايمة قاعدة مع المغرب حابين نشوف يعني إيش آخر التطورات بالسؤال عقبال فعلاً الناس تنتظر الانتخابات هاي ولا حدا داري عنها ولا كيف هو أصلاً هذه البوليمك يعني موجود عند الناس يعني في ناس تنتظر في ناس لا تنتظر يعني حقيقةً ما في انتخابات يعني الواقع أن الرئيس المنقلب يعني سكر الباب أمام أي عملية انتخابية وربما يمضي اليوم أو خلال الساعات القادمة إلى اتخاذ قرار من خلال أدواته في الموظفين داخل المؤسسة القضائية لأصلاً إلغاء ترشح المرشح المنافس الوحيد ليس المرشح الداعم الثاني الآن بقي مرشح واحد منافس يعني المرشح الجدي الذي يمكن اعتباره منافس يعني هم ثلاث في واحد داعم له وداعم لمساره واحد يقدم نفسه وهو في السجن الذي حكم 12 عاماً أمس أي نعم الذي حكم عليه 12 عام يمكن أن تتخذ ضده إجراءات أخرى بالنظر لخشة يعني قيصية حقيقة لإمكانية أن تخرج الناس وتشارك ولكن ليس هناك عملية انتخابية حقيقة حقيقة ليس هناك انتخابات في البلد وليس هناك أي شيء يمكن أن نقول أن هناك إراد أو تعبير على إرادة الناس لا ليس هناك نحن لسنا في هذا الوضع نحن في وضع انقلاب ويعني وضع حقيقة لا يمكن وصفه إلا بالمسخ هو للأسف ما يحصل في تونس اليوم بلخص طرفين في المعادلة التي حكمت سنوات الربيع العربي في المنطقة الطرف الأول هو القوى الداخلية النخب الداخلية هذا ما يحصل في تونس هو جزء منه يعبر عن فشل هذه النخبات في طريقة التعاطي مع الأحداث الصراعات بين القوى الديمقراطية بين قوسين تحويل الصراع إلى أيدولوجي بين إسلامي وعلماني بدلا من أن يقرأ الصراع على حقيقته وهو أنه صراع بين الأقلية الحاكمة بغض النظر عن نوحها وأيدولوجيتها أو طبيعتها أنه قبائلية أو طائفية أو سياسية أو أوليغارشيا ما لهاش أي جامع سوى المصلحة وبين الأغلبية المهمشة بما فيها من إسلاميين وقرويين وبدو وعلمانيين فهذا تعبير عن هذا الفشل والطرف الآخر من المعادلة هو الخارج ونعني بذلك الغرب ودول الإقليم دول الإقليم وقفت ضد كل الثورات العربية بغض النظر عن علاقتها مع النظام وأنا أعتقد بأنه حتى الدول التي قالت بأنها مثلا مع ثورة سوريا الشعبية هي لم تكن حقيقة مع الثورة الشعبية ولذلك سعت إلى تخريبها خربتها هنا لأنه نجاح ثورة شعبية مدنية بدون تسليح سيكون مضرا لجميع الدول الرافضة الديمقراطية لأنها تخشى من نموذج نموذج أو أحجار الدومينو ولذلك الطرف الثاني في المعادلة كما ذكرت هو الدول الإقليمية والدول الخارج الدول الإقليمية نجحت للأسف بإيقاف الثورات وكان آخرها تونس وإن كان التدخل الإقليمي في تونس ربما ليس كثيرا أستاذ أحمد أكيد يعلم أكثر مننا في هذا الأمر ولكن أيضا هذا العقد الساخن في المنطقة يعبر أيضا عن جريمة الدول الاستعمارية الدول الغربية في دعم الدكتاتوريات وفي فشلها في التعبير أو فشلها بتحقيق ما ترفحه من شعارات ولذلك نجدها اليوم تتعاون مع قيس بن سعيد لا يوجد حتى أحد يعني يوجد بعض التصريحات البسيطة الأوروبية والأمريكية لكن بعد ذلك بيزنس زازي يوجول كما يقال يعني هناك دعم لحالة الدكتاتورية والاستبداد بحجة دعم الاستقرار وبحجة أن أو بسبب أن هذه الدول الغربية تدرك بأن نظرة الشعوب العربية وتطلعاتها هي في الاستقلال وضد الاستقلال الغربي ولذلك هي تدعم أي خيار غير شعبي وكل أحاديثها عن الديمقراطية هي أحاديث كاذبة ولا معنى لها شوف شيراك كنزار تونس في بداية الألفين الفين وثلاثة الفين واربعة قال قال الشعب التونسي موجه الخطاب وتقريب الشعب التونسي أنتم تأكلون وتشربون كفوا عن هذه الأشياء الأخرى يعني لماذا تزعجون صديقه بن علي في طبيعة الحال يعني ينزلون إلى المستوى الحيواني صحيح المستوى الحيواني العلف تأكل وتشرب بينما لا يستطيع أن يتحدث في ربع هذا الحديث في بلادي إطلاقا لو يقول زوج كلمات بهذا المعنى تقوم القيامة ضده حتى أن هولند ذكر ماكرون عندما استلم ماكرون برغم أنه كان وزير معاه في فترة معينة قال لا تنسى أننا بلد قطع رؤوس الملوك لا تنسى هذا المنظور الغربي أنت تذكرت الآن بالنسبة للإيطاليين بالنسبة لتونس مثلا لا تونس فيها تدخل خارجي كبير جدا تدخل خارجي كبير جدا الإشكال أنه فيه شبه إجمع على معادات القوى الثورية التي ظهرت بعد 2011 وهنا مرة أخرى حسابات خاطئة لإيران تخيلوا أنا تابعت أنا ذاك عندما أقام الإنقلاب قيس سعيد قام بالإنقلاب في جويلة 2021 قناة الميادين ويرأسها تونسي كانت سعيدة جدا بالإنقلاب وقناة الميادين هي تمويل إيراني كما نعرف وفي حديث على أن هناك مقربين من قيس سعيد أنهم شيعة وأنهم مقربين من إيران لكن اللي لعب دور رئيسي منهم الإمارات والسعودية والنظام المصري والنظام في الجزائر لعبوا دور رئيسي في تشجيع الإنقلاب أي أن والآن في حديث حتى على الإسرائيليين حتى على بعض اليهود التوانس اللي عندهم أيضا دور في هذا أي أن الخصوم كما اجتمعوا على الإطاحة بانتفاضة الشعب المصري اجتمعوا على الإطاحة أو على الأقل الفرح بسقوط انتفاضة الشعب التونسي أو من يمثل بكل تأكيد هناك ملاحظات على من جاء بعد الثورة وهناك ملاحظات كثيرة والأخ أحمد من حركة النهضة يعرف هذا وهما أيضا عندهم امتقادات ذاتية لأنفسهم إلى آخره لكن هذا لا يعني أن تلتقي مصالح ضد الشعوب وأن تكون أنت مع الفرنسيين والإيطاليين الفرنسيين والإيطاليين ماذا يريدون من تونس الآن؟ أن لا يتيهم مهاجرين لا التوانسة ولا الأفارقة وأن يكون هناك استقرار قال لك هذه الشعوب، شعوب البحر المتوسط، الضفة الجنوبية يكفيها أن تأكل وتشرب للأسف حتى الأكل والشرب يكاد يضيع على الشعوب وعلى الناس واليوم في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في مصر هناك مشاكل وفي بعض الأحيان هناك غضب من الشعوب هذه على ارتفاع الأسعار ارتفاع رهيب أنا لفهمه أن ما نسميه بالمنظومة الدولية الآن أولا مسألة ليست خاصة بالعالم العربي قبل يومين قرأت بيان خرج من الكتلة بقيادة كتلة إيطاليا في الأمم التحدة بخصوص مواقع في فنزويلا وإيش فيه؟ فيه إدانة ومطالبة بإطلاق صراحة المساجين نفس الشيء يقعنا نحن في تونس هذه الدول الآن تعيش حال التوحش تريد أن تمد يدها مباشرة لثروات كل هذه الشعوب لا تريد أنظمة قائمة مستقرة تريد منطقة مهتزة في حالة أزمة فلا تريد إيقاف الصراع في ليبيا بل أوقفتها عندما اقترب الليبيون للاتفاق تدخلوا وأوقفوه نفس الوضع تبقى الحال في تونس دكتاتور ضعيف في وضع اقتصادي متدني وشعب يعني يجري وراء خبزة خبزة اليوم كل يوم ولكن يكون للدولة دور وظيفي في المنطقة بالمعنى الأمني فقط وليس بالمعنى السياسي الخشية حقيقة هو أن يتساع تتساع حالة عدم الاستقرار في كل منطقة المغرب العربي وهنا حقيقة يعني التوتر الموجود يعني بين دولتين شقيقتين في النهاية المغرب والجزائر لا يخدم أحدا من الشعوب العربية بل يخدموا في النهاية ما يقع من توسية التفكك داخل الشعوب العربية يعني إدخالنا في معارك ليست معاركنا الهائنا على المعركة الأم الآن في فلسطين وتدخل المنطقة في هذه المرحلة ولذلك نحن لسنا مقدمين ضمن هذه السيناريوات على حالة في تقدير نحن مقدمين على عشرية سوداء حقيقة بهذا المعنى أسود من العشرية السابقة للأسف نحن لم نكن في العشرية السابقة على كل حال في تونس لم نكن في عشرية سوداء كنا في عشرية صمد فيها التونسيون كلهم وحافظوا على ديمقراطيتهم إلى أن تم الانخلاب عليها ولكن نحن مقدمون على حالة توسيع الحالة السورية في كل العالم العربي وهذه مسألة خطيرة جدا أن العراق شوف إيش وضعه شوف سوريا إيش وضعها إذا تحول الوضع في المغرب العربي نفس الشيء شوف ليبيا يعني كيف هذه الشعوب ستقاوم وكيف سننتصر لقضيتنا وماذا سيكون وضع الكيام السهوني في هذه الحالة شوف أستاذ أحمد النقاش اللي تفضلت فيه بيقودنا لنقطة في الجذور كما يقال وهي أنه كل المنطقة مرتبطة ببعضها البعض يعني كل حديثنا الآن أنه حتى نحن في نقاشنا نحكي شو صار بسوريا شو صار في مصر في لبنان وفلسطين الآن وثم تونس ثم المغرب والجزائر والحقيقة أنه هاي الكينات أو الدول هي مرتبطة ارتباطا عضويا شعة ما بك يعني المشكلة الرئيسية في المنطقة العربية هو أن الدولة التي أسست ما بعد الاستقلال هي في صراع مع المجتمع مع الشعوب ومع المنطق يعني هذه ليست دولة شعبها أو فيه كمان صراع مع المنطق يعني كل العالم كل العالم أو الخصوم يتعاملون معنا كوحدة واحدة إلا إحنا لا نتعامل معنا نفسنا كوحدة واحدة لو أهل الجزائر وأهل المغرب حكوماتهم تمثلهم ما في توتر الحاصل لو في بينهم توافق ما أغلق الحدود تقيل لو في بينهم توافق ما هو حجم القوة الهائلة هو هائلة اللي فيها الكتل البشرية الكبيرة التوسع الجغرافي العظيم اللي بين البلدين المال الموجود فيه يعني الثروات النفطية والغاز في الجزائر تخيل والبحر يعني تخيل شو فيه قوة هذه هي جريمة كبرى هذا جريمة كبرى أن يعني يضرب اسفين بين قطرين الشعب فيهم يكيد يكون وبين العراق وبين العراق و سوريا اللي هو كان النظامين نظام بعض بس أنا أريد أن أختم في هذه الجملة هي أن كل العالم والخصوم والغرب وحتى الجزء من الثورة المطادة يتعاملون مع الوضع العربي كوحدة واحدة بينما القوة الحية في دول المنطقة للأسف غريقت في مستنقل سايكس بيكو وبالتالي صار تفكيرها في العقد الماضي بفعل طبعا الضغوط والأحداث صارت كل جهة تفكر بوضعها أنا والله بدي أزبط الوضع تونس أولا تونس أولا فلسطين أولا هذا الشعار الأوممي هذا الأوممي والله يا دكتور حتى ممارسات القوة انت لاحظ بعد الثورات صار كل حتى الإسلاميين والإسلاميون ربما ارتكبوا هذا الخطأ أكبر من غيرهم مع أنهم متهمين بأنهم غير وطنيين أو غير دولتيين بأنهم معابرين للدول لكن حقيقة الأداء السياسي في أثناء السنوات العشر الماضية أيام ما قبل ما صير انقلاب في تونس وفي مصر كان في نوع من نزالية إلى حد ما في السياسات وأنه إحنا ما نجدخل في فلسطين حتى في كلام قيل على لسان قيادات في إسلاميين يعني في تونس وفي مصر تحديدا لهم ظروفهم في ذلك الوقت ولكن النتيجة أنهم تصرفوا بطريقة خاضعة لسايكس بيكو بينما الثورة المضادة شوف الثورة المضادة اشتغلت عبر الحدود الولايات المتحدة والقوى الغربية عطلت الثورات برضو عبر الحدود الأطراف الوحيدة التي اشتغلت ضمن الحدود هي القوى الحية والقوى الديمقراطية ولذلك خسرت شوف ذكرتم مغرب الجزائر المغرب الجزائر عدد السكان تسعين مليون ويشتركون في أشياء كثيرة دعنا نكررها ونعيدها مرة أخرى أمازيغ هنا أمازيغ هنا عرب هنا عرب هنا مسلمون هنا مسلمون هنا سنة هنا سنة هنا مالكية هنا مالكية هنا اللهجة تكون نفسها خاصة في المناطق القريبة بعضها البعض ومناطق الشرقية اللهجة التونسية والجزائرية هي لهجة واحدة والغربية هي المغرب والجزائر لكن هناك إسرار على القطيع وعلى ضرب المقومات للمنطقة المغاربية بالمناسبة نفضل دائما كلمة المغرب الكبير أو المغرب الإسلامي لأن كلمة العربي توثير بعض الحساسية لدى إخواننا الأمازيغ وهم محقين في ذلك شعرون بالإقصاء فالمغرب الإسلامي أو المغرب الكبير كان ممكن يكون رافض قوي وقوي جدا للمنطقة المشرقية خاصة أنه فيه أعوام الوحدة قوية جدا والعام الرئيسي هو الإسلام ضيف إلى الإسلام هو أن هناك طائفة واحدة في سنة في المنطقة المشرقية طبعا فوسيفساء فوسيفساء عرقية طائفية دينية أشياء كثيرة ضيف إلى ذلك أن في المشرق في قلب المشرق العربي موجود الكيان الصهيوني مما يعمق وبالمناسبة أن يتمدد الكيان الصهيوني للمنطقة المغاربية مما يعمق ويضيف ضيف إلى ذلك هناك البترول والثروات الضخمة أيضا فالصراح حولها أكبر فكان ممكن للمنطقة المغاربية تكون رافض رئيسي تساعد وتعين لكن نفس الخطط لموضوع المشرق موضوع للمغرب الكبير ويتم ضربه وبأبناءه اللي في الحكام يعني الفرض التأشيرة في قبل عشرة أيام بريرت على أنها حتى لأت اليهود المغاربة الذين يدخلون للجزائر بدون تأشيرات طيب واليهود تونس في الحالة هذه إذا كان هذا التبرير وهو تونس أيضا فيها يهود وبعدين أنت تستقبل المشكلة ليس في اليهود المشكلة في الصهاينة سواء كانوا يهودا أو عربا أو عجما هذه المشكلة الرئيسية ما أنت تستقبل في ما بلينك إن راح هناك وقال أنا هنا يهودي صهيوني وبايدن يقول أنا صهيوني حتى لو كنت مش يهودي فأنت تستقبل في الجنائرات الأمريكان في الجزائر وبعضهم صهاينة ولا يخفون ذلك فالحقيقة أن هناك إشكال وإشكال يعني هذه كما يقال حجة أقبح من ذنب أو عذر أقبح من ذنب وهذه ذات عمقت الحدود المغلقة الأجواء المغلقة بين شعبين هم شعب واحد تقريبا وتعمقت هذه الأيام هذه الإشكال في الجزائر تم الإطاحة بأحد كبار الجنيرالا قائد المخابرات الخارجية وبالمقابل تم سجن قائد الشرطة وخرجوا قبل أسبوع وقالوا أن قائد الشرطة بالمناسبة تذكرنا الآن أنه كان جسوس لفرنسا هم أطحوا به في يناير الماضي تذكروا الآن أنه جسوس لفرنسا لأن ماكرون قال أنه الآن خلص قرر فرنسا قررت أن تأخذ منحة أو خطة الخطة المغربية لقضية الصحراء الغربية أي والغربية تلاعب بهذه القضية ما جعلها أيضا قضية صراع مستمر ذبحت المنطقة تماما فأنت في الحقيقة في وضع مزري جدا تتحول فيه الدول إلى مع الانحرافات التي وقعت إلى أنها أصبحت عبارة عن ميليشيات تحكم هذه الدول ليست بعيدة جدا على ميليشيات عباس في أريحة للأسف نموذج عباس يكاد يكون اليوم في أكثر العواصم العربية والإسلامية بكل ألم خاصة في منطقتنا فهذا الذي يكرر اليوم والصرعات تتمدد في هذا الوقت مثلا نعطيك مثال في أكثر من مئتين ضحية بالمالاريا في الجزائر وآلاف المصابين في أقصى الجنوب نظام هذا الذي قال بأنه تبون خرج وقال أنه مستعدا يذهب إلى غزة ويضع فيها ثلاثة مستشفيات في عشرين يوم يرسل الجيش هناك طيب يرسل المستشفيات الجيش إلى إلى بني شعبك في أقصى الجنوب الناس تموت هناك لكنها خطابات فارقة وكلهم لديهم الخطابات الفارقة هناك فقط من هو متصهين عالني مثل بن سلمان والسيسي وبن زايد والملك عبد الله وغيره وهناك من هو متصهين من الخلف أو في السر المنطقة على أبواب تغيرات هائلة وكوارث قد تكون عظيمة لكن كما قلت قد تكون أيضا فرص أعظم إذا ما كانت النخب لم ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبتها بعض النخب في 2011 سؤالنا في المشرق العربي لتونس التي بدأت فيها الرب يسمى الربيع العربي كيف انقلب الحال إلى ما وصل إليه يعني في المشرق يتساءلون دائما هل ما حصل نتيجة أخطاء أو هل كانت فورة هذه التفاصيل التي اصطرت سيد أحمد تجريف النظام لكل هذه القوى الديمقراطية الحية هل هو كافي لتفسير هذا التراجع لا نحن أولا لا يمكن نتحدث أنه وقع في تونس تجريف للقوى الديمقراطية الحية لأنه حقيقة الأمر أن القوى أو اتساع القوى الديمقراطية حاصل في تونس ونحن إذا قارننا المشهد يعني أخذنا صورتين بين صورة الشيخ رشد الغنوشي يوم 25 يوليو 2021 الذي كان تقريبا وحده أمام باب وقدام ودبابة والمشهد اليوم ستجد أن كل العائلات السياسية لنقول أن رشد الغنوشي الآن هو موجود مع كل العائلات السياسية صحيح ومسوط في السجن ولكن الموجودون في السجن منهم الليبراليين منهم اليسار منهم ديمقراطيين وكذلك الإسلاميين وهذه مسألة مهمة اليوم اليوم ونحن جلوس يصدر بيان عهد تونس وهو بيان عن البيادات السياسية السجنية واجتماع أوسع طيف سياسي ممكن في تونس دفاعا عن الديمقراطية الذي أشار له أخي فراس مهم جدا هو في كل حالات هناك إنجاز في تونس هو أن الجميع اقتنع أن المعركة ليست عقائدية وإديولوجية أنا أقدر أننا في تونس بفضل عشر سنوات حرية وصمود أمام محاولة متكررة لانقلاب محاولة انقلاب بعدها وبعد وبعد نحن صمدنا ونجحنا فيه بعد عشر سنوات لتحقيق هذا الأمر اليوم في تونس بغض النظر عن الموقف في موضوع الانتخابات ولكن فيما خص الانتصار للديمقراطية لديك تقريبا كل الطيف السياسي طبعا هناك أقلية خارج هذا الإجماع حصل ويحصل خلال الأسبوع الماضي والذي يليه والذي سنراه خلال الأيام القادمة أن هناك حتى بعض الأطراف السياسية التي كانت تنتصر الانقلاب الآن مستعدة تجلس مع حركة النهضة وتقاوم الانقلاب إذن نحن لدينا ديناميتين نحن لا يمكن أن نصف مواقع في تونس كأنه ربيع عربي وثورة وانتهت لنا هذا مصار ولكن تحقت فيه صمود لمدة عشر سنوات حرية عاش جيل كامل ولم يتربى إلا على الحرية نحن نراه اليوم في الشوارع هذا لا يعني أن التغيير سيأتي غدا لأنه لا يمكن أن نتصور أن تكون هناك ديمقراطية في دولة صغيرة مثل تونس والوضع في المنطقة كله استبداد وديكتاتوريات نحن في دينامية نحن واحد ورطونا لعقود في وهم أن هذه الدولة مع هذه الدولة المصطنعة وأنها تتحارب مع الإسلاميين إلى غير ذلك ونحن الإسلاميين أنفسنا يعني طورتنا في تبني مقولات الطرف الآخر اعتبرنا أنها كأنها نحن طائفة دون الناس بينما نحن جزء من الناس نحن مسلمون جزء من شعوبنا المسلمة التي تتوق للحرية وللكرامة ونجتمع مع كل من اشتركوا معه في هذه القيام في تونس في تقديري هناك تقدم جدي والذي حصل اليوم هذا بيان تونس بعد عهد تونس هذا بيان مهم جدا الحقيقة لأنه مثل ما ذكرت لكم يعني تجتمع فيه كل المكونات السياسية من كيانات حزبية ومدنية ومجتمع مدني وأطراف ما كان أحد يعتقد أنه يمكن تجتمع وتجلس مع بعضها البعض في ذلك هناك تقدم في الساحات المتعددة لنقول أننا نحن في تونس ندفع إلى حد الآن ثمنا ليس مرتفعا بمعنى أنه ليس هناك حرب أهلية وليس هناك تقاتل ولكن هناك أزمة متواصلة يجب أن نتعاطى معها ويجب أن ننتظر تحولات المنطقة وتحول موزين القوة وأنا أعتقد الأزمة الموجودة في تونس وفي معظم الدول العربية خصوصا تلك الدول التي شهدت انتفاضات شعبية منذ عام 2011 إلى اليوم هو أنها تثبت بأن المعركة لم تحسن بعد بمعنى أن المعركة بين الأنظمة الحاكمة ما بعد الاستعمار وما بين الأغلبية من شعوب المنطقة لم تحسن لو حسمت لما رأينا أن هناك حاجة لأن يقوم نظام مثل نظام السيسي باستمرار اعتقال أكثر من 60 ألف مصري لو المعركة انحسمت كان يطلحهم لو المعركة انحسمت في تونس كان ما اضطر أنه يسجن مرشح ويحكم عليه أمس 12 سنة المرشح وهو مرشح عايشة زمالي وهو مرشح لا أعرف مدى شعبيته لما أسمع باسمي شخصيا ربما لأني لست تونسيا يعني قبل ذلك لما أسمع باسمي قبل المعادلات السياسية صحيح فهو مش مش شخصية محورية ومع ذلك حكمه 12 عاما لو المعركة حسمت كان النظام في الجزائر اطمأن لأن الحراكة مثل هذه المعركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة